موضوع تقنيب الضمير شيء طيب قلبي لسه حي فيه حتة بتنغس فيه لكن جلد الزات عمالة على بطال ده هي أصل أم أصل مش عارفة إيه أصل ما كانش المفرق أصل أنا ديني أصل أخي إحنا بشر أقبلوا بشريتكم إحنا بشر لما نقبل البشرية بتاعتنا حنتسالح مع أنفسنا ونتسامح ونرجع ناخد الخطوات الإصلاح أستغفر العزم على قلة أعود وأتبعها بأمر جميل جدا جدا لما الله سبحانه وتعالى يقول لك إيه أمنوا وعملوا تابوا وعملوا تابوا وعملوا الصالحة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا التلاتة تاب وآمن بالله سبحانه وتعالى إن إن شاء الله أنا مصدقة من عود ربنا سبحانه وتعالى ثم أتبعوا بعمل صالح الحاجة اللي أنا عملته غلط لو أنا قدرت وده كان فيه مجموعة من البنات تقول لك إيه إحنا كل أرض وكل مكان اتعامل فيه معصية أو بعد أو غفلة دول ملايكة تقول لك اتعامل فيه غفلة عن ربنا سبحانه وتعالى إحنا نروح في نفس المكان اللي كان فيه غفلة ده ونعمل فيه طوعا ربنا سبحانه وتعالى ونعمل يقصة قلب وكانوا مجموعة طحفة جدا مجموعة دول كانوا طحفة جدا المعنى ده معنى طيب قوي كان فيه واحدة منهم كانت في ربع بشري وكنت دايما أشوفه أنا وكان مفروض وكنت دايما تقنب نفسها دايما تقنب نفسها وتعتعالي أقول شك أنت معا قداني في حياتي يا بنت صحة شك وانت بس كان مقنبة نفسك عمال على بطل طب ما تعمل مش أنت عارفة ما تخليش الإحساس إنك أنت ما كانش ده قدرك ما كانش المفروض يطلع منك يا مؤمن وكانش ما كانش أصل أمك أصل أبوك كل ده ما تخليش ده يقعدك خلي ده يدفعك للعمل إيه ويتخلي ده يقعدك عن العمل خليه يدفعك تقنيب الضمير وجلب الجحله بس بمقدار بحيث إن أنا أم أنهى التاني ويدفعني العمل صالح وأتعلم آه اللي فات ده أنا أتعلمت منه خلاص شكرا 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 أعمل كده تاني طب وقاتي تاني شو ماله أتعلم من الجديد بس طبعا الزاكي والناصح والفاطن ما يقعش في نفس الحاجة مرتين ده الله سبحانه وتعالى تعالى فيه مشكلتنا إيك يا بنات وجعني بجد تبص تلاقي تبت إحنا عاطفيين جدا إحنا كحاريم إيتي إحنا عاطفيين جدا يعني تبص تلاقي مثلا حد أذاكي وبعدين خلاص سمحتي مرة دي جع أذاتك تاني تسامحي تاني وتالت تروح مش عارفة حصل إيه تيجب ما تكلموا لها بنتي يعني إنتي بتعلمتيش ما حصل موقفة هو ربنا أدكي إنزارة كارسة بقى لو كانت علاقة كمان وربنا أدكي إنزارة هو ومش عارف إيه كل الكلام ده وما تعلمتش وبتعيدي نفس الخطأ تاني أصل هو قال فقلت الدين فرصة مرة العشرة عشر فترة الخطوبة مش رأيت الفتحة سهل يعني خدي الخطوات اللي مبين لك طبيعة الشخصية قبل ما يبقى كتب كتاب ويبقى دخلة أو في العلاقات اللي مع الصديقات مثلا اتقذت منها مرة وعرفت إنها تكلمت عليها مرة واثنين وإن البنت دي من نفسنا منها كده وعمالة تخبص مراه هنا وهنا ينقص شوفها وانت اتضحنك مرة حيدي بقى جات أصلاها عياطة أصل مش عارفة ظروفها وانت بقى احنا ما شاء الله علينا ما شاء الله على القلب بقوا ما فرفاري في المشاع فلأ خلي الإحساس بدأ يدفعك للعمل وتحيد لإيه العلاقات أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير